أخيرا شخصية وثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت مرهمتين للمسيحي السويسري باسكال الذي تأثر بالإسلام عن طريق أهل البيت عليه السلام ليعتنقه رغم معارضة أهله وأقاربه وأصدقائه باسكال وبعد أن طهر قلبه بنور الإسلام بات يعمل على غرص التعاليم الإسلامية في نفوس أولاده ميثم الزيدي والمزيد من التفاصيل هنا وفي العاصمة السويسرية بيرن وفي هذا المكان بالتحديد يعيش الحاج باسكال السويسري الوالدين والذي اعتنق الإسلام رغم المعارضة الشديدة التي لقاها من أهله وأصدقائه ليقرر بإصرار المؤمن أن يطهر قلبه من خلال الالتزام بتعاليم الدين المحمد الأصيل منذ عشرين سنة كانت بداية تعرفي على الدين الإسلامي حيث تعرفت على أصدقاء مسلمين في العمل ومن حلالهم قرأت القرآن وأنا في وقتها كنت أقرأ الإنجيل كثيرا إلا أن ما قرأته بالقرآن شغل ذهني لذا عدت قراءته مرات كثيرة وقد وجدته قريبا جدا للإنجيل إلا أني وجدت في القرآن كل ما أبحث عنه وكما كان الإمام الحسين عليه السلام ملهم اللجون بن حوي الذي نال الشهادة في واقعة الطف فقد كان لسيرته عليه السلام الدور الأكبر في الأسس التي قامت عليها حياة باسكال الإمام الحسين عليه السلام هو الرجل المثالي الذي نتعلم منه وأنا أعتبره قدوة لي لأنه رجل ثوري قاد ثورة من أجل نصرة المظلم بوجه الظالم وهذا الأمر الذي شدني إليه زوجة باسكال تحدث لنا عن عشق الذي يكنه زوجها لأهل البيت عليهم السلام وتأثرها الشديد بالثورة الحسينية فهو لا يدخر جهدا من أجل تعريف المجتمع السويسري بقيم مبادئ هذه الثورة العظيمة هو باسكال بيحكي كثير عن الإمام الحسين وقت اللي بتكون مناسبة عشورة أي مظاهرة بتصير هو بيكون محضر شي يحكي بالألماني بعد أن أنار الله قلبه بنور الإسلام يسعى اليوم الحاج باسكال إلى تحصين أولاده من خلال أحاطتهم بكل التعاليم الإسلامي الحنيفة من مدينة بيرن ميثم الزيدي قناة كربلاء ترجمة نانسي قنقر